بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال ترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين في الجيزة بعد تعرضها لحريق يأتي ذلك تنفيذة لتوجهات الرئيس سيسي حيث يسابق العمال الزمن لإعادة الكنيسة إلى ما كانت عليه وإجراء أعمال ترميم واجهة الكنيسة إضافة إلى الطابقين الثالث والرابع الذين تضرر بشدة بسبب الحريق هنا لا مكان لموضع قدم إلا للعمال الذين يواصلون العمل ليل نهار لإعادة ترميم كنيسة أبو سيفين بالجيزة تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي يسابق هؤلاء العمال الزمن لإعادة هذه الواجهة إلى ما كانت عليه وأفضل أما داخل الكنيسة فلا يختلف الوضع كثيرا عن خارجها من حيث وتيرة العمل ومعدلات الإنجاز حيث تجرى أعمال ترميم الطابقين الثالث والرابع وهم الأكثر تضررا من الحريق لإعادة أسقف وجدران الطابقين بحالة أفضل من السابق مع توفير عوامل السلام والأمان التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى جهود كبيرة تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعادة ترميم كنيسة أبو سيفين الأمر الذي لاقى ترحيبا كبيرا من أهالي المنطقة مما يؤكد أن الدولة لا تدخر جهدا في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والبناء لإعادة هذه الكنيسة أفضل مما كانت عليه